كثير من التحليلات أو بعض التحليلات قالت أنه هذا التراجع الكبير في الليرة التركية أو هذه الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها أنقرة كان لها أسباب سابقة على هذه الأزمة وأسباب تتعلق ببنية الاقتصاد التركي نفسه لكن هذه الأزمة ربما أظهرت هذا العجل بشكل كبير هل لك أن توضح لنا هذه النقطة إذا كنت متفقاً مع هذا التحليل؟ طبعاً 100% الأزمة بتبدأ من 2012 إحنا ممكن نقسم سريعاً تاريخ الاقتصاد التركي إحنا نتكلم فترة من 1995 1995 ده حد 2004 دي كانت فترة إصلاحات اقتصادية بشراكة مع صندوق النقد الدولي قروض بلغت من صندوق النقد ومؤسسات أخرى 46 مليار دولار لتركيا لإجراء إصلاحات اقتصادية من 2004 لحد 2012 كانت اقتصاد التركي بيعمل معدلات جيدة معدلات في النمو مش بس في النمو نمو غير كافي معدلات في دخل الفرض ومعدلات تحسن في الخدمات نفسها المرافج التعليم والصحة، السياحة، الاستثمار، التصنيف الاقتماني ثقة الأجانب والمقردين والمؤولين الدوليين أنهم يدخلوا السوق التركي الصادرات ارتفعت كان فيه أرقام جيدة جداً لحد 2012 في نفس الفترة دي تزامن اندلاع ما يسمى الربيع العربي مصر وتونس اللي حصل في سوريا، اللي حصل في العراق بعد كده الهضمات الكتيرة الاقتصادية اللي حصلت في عدة دول في المنطقة من 2012 لحد 2017 بدأ المؤشرات تتغير تماماً في الاقتصاد التركي بدأ التضخم يرتفع، بدأ مستوى ديون يوصل لمرحلة صعبة جداً والسبب ايه؟ احنا بنتكلم في أنه الرئيس التركي كان هدفه أنه هو يحقق معدل نموه بأي شكل، أي أن كانت الوسيلة إيه هي؟ حتى لو دع على حساب مستقبل الاقتصاد يعني هو كان مهتم جداً أنه هو بأنه يقدر أنه هو في الانتخابات يفوز يقدر أنه هو الشكل العام للاقتصاد فيه معدل نموه عالي عشان يقدر يسوى الانجازات دي بشكل سياسي فده نتيجة أنه نحن بمدخر السياسة في الاقتصاد أنه بدأ طبعاً زي ما يتقال في التقليل بمك المركزي بدأ يتم تهميشه، بدأ يتم تدخل في أعماله تم تنحية المحترفين الاقتصاديين من العمل وبدأ يجيب يعين أفراد من أسرته ونفسها حتى ناس غير محترفة فالتدهور تم بشكل بطيء أو بشكل تدريجي من 2012 إلى حتى الآن لحد إبريل اللي فات بدأ من مايو يزيد والنطة دي مهمة جداً لأنه الموضوع ما لهش علاقة بالقص ماهو في مايو ماهو علاقة بالتصعيد مع أمريكا بالتصعيد بالموضوع القص الأمريكي بالضبط كده الموضوع لا ما لهش علاقة لأنه هو الفكر نحن نربط ما بين ده وده لا هو من قبل كده التراجع بين أسر اشتركوا في القناة